بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى والمفهوم مفهومان مفهوم موافقه ومفهوم مخالفة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن المجمل والمبين ثم بعد ذلك الحديث عن الظاهر انتقل بعد ذلك الحديث عن المفهوم والحديث عن المفهوم في الحقيقة هو من المباحث المهمة جدا في أصول الفقه بل قل ما يمكن الاستدلال بآية أو بحديث إلا ويرجع إليه بطريق أو بآخر إلى المفاهيم وسبب ذلك أن الناس أو أن الأحكام إنما تستفاد إما من منظوم الكلام فيسمى منطوقا وإما أن يستفاد من مفهومه وهو الذي سنتكلم عنه في هذا اليوم والمفهوم عند فقهاء الحنابلة أصولهم فيه تختلف عن أصول باقي الأئمة رحمة الله على الجميع فقد نص العلماء على أن أحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى هم أشد الناس إعمالا للمفاهيم قال ذلك أبو الوفى بن عقيم فقال والإمام أحمد هو أشد الناس قولا به أي بالمفهوم ومن أثر أن أحمد وأصحابه هم من أشد الناس إعمالا للمفاهيم أنهم يرون أن جميع المفاهيم حجة وإذلك يقول ابن فيروس في حاشيته وجميع المفاهيم حجة على الصحيح عندنا فجميع أنواع المفاهيم حجة في مشهور مذهب الإمام أحمد وهذا لا يوافقهم أحد من ما قرره الأصليون من المذاهب السلاثة المتبوعة رحمة الله عليه حتى الظاهرية أيضا نقل عنه ما يخالف ذلك كما أن من آثار إعمال أحمد المفاهيم أن هناك أنواع من المفاهيم لم تورد عند غير أصحاب أحمد وسيورد المصنف بعضها وسيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل وهذا يدلنا على ما قرره أبو الوفى بن عقيل وغيره أن أحمد وأصحابه وكذا فقهاء الحديث هم من أشد الناس إعمال للمفاهيم وليس على الإطلاق بل له شروط كما سيأتين في محله إن شاء الله وحقيقة هذا الاتجاه هو تعظيم النص فإن من تعظيم النص فهم منطوقه ومفهوم معا وعدم الاكتفاء بالمنطوق وحده وهذا لا شك أنه من باب الدلالة على الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قول المصنف والمفهوم الواو أتى بها المصنف للدلالة على أنها من دلائل الألفاظ فإن من دلائل الألفاظ ما تقدم وما سيذكره الآن بل هو آخر ما سيذكره هو المفهوم وقبل أن أبدأ بتعريف المفهوم الذي عرفه به الأصوريون فإنهم عرفوا بأن المفهوم هو ما يفهم من اللفظ في غير محل النطق عندما قالوا هذا الكلام أريد أن أبين مسألة وهو أن استخدامهم لكلمة المفهوم مختلفة فإن للأصوليين استخداميني في المسألة استخداميني للفظة المفهوم فتارة يطلق المفهوم على ما دل اللفظ المنطوق على المسكوت عنه ما دل اللفظ المنطوق على المسكوت عنه فيدخل في ذلك دلالة الاقتضاء ويدخل في ذلك أيضا دلالة الإشارة وهذه هي التي نص عليها ابن شهاب العكبري في رسالته في الأصول وأبانها أيضا القاضي أنه قد يستخدم المفهوم بهذا المعنى الاستخدام الثاني هو الذي اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين ومنهم ابن الحاجب والمؤلف وغيره وهو قصر المفهوم على ما دل عليه معنى اللفظ المنطوق انتبه لكلمة معنى اللفظ المنطوق وبناء على الاستخدام الثاني فإنه تخرج دلالة الاقتضاء والإشارة من دلالة المفهوم فلا تكون من المفهوم طيب يقول الشيخ والمفهوم مفهوما مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة قبل أن نعرف المفهوم الدلال نوعان إما منطوق وإما مفهوم والمنطوق إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرا وإما أن تكون مؤولا وتقدم الحديث عنها ونبدأ الآن بالحديث عن المفهوم وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين إما أن يكون مفهوم موافقة وإما أن يكون مفهوم مخالفة وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى هذين النوعين معا مفهوم الموافقة والمخالفة تفصيلا بينا فبدأ بالأول وهو مفهوم الموافقة فقال فالأول أن يكون المسكوت عنه موافقة للمنطوق في الحكم نعم عرف مفهوم الموافقة بأنه أن يكون المسكوت عنه أي غير المذكور في اللفظ موافقا للمنطوق في الحكم فإن كان الحكم مثبتا أو مثبتا فإن المسكوت عنه يكون مثبتا كذلك وإن كان منفيا فإنه يكون منفيا مثله والإثبات إما أن يكون بالإباحة أو بالوجوب أو بالندب فيثبت مثله للمسكوت عنه هذا معنى قوله أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم أي ليس مخالفا له بأن يكون عكسه أو ضده ويسمى فحو الخطاب ولحن الخطاب نعم قال المصنف ويسمى فحو الخطاب إذا أطلق العلماء فوجدت في كتبهم ما يسمونه بفحو الخطاب فالمقصود به مفهوم الموافقة ومثله أيضا لحن الخطاب فإن لحن الخطاب أيضا يسمى أو أحد تسميات مفهوم الموافقة ومن تسمياته كذلك ما يسمى بتنبيه الخطاب فإن تنبيه الخطاب أيضا اسم ثالث إذن فحو الخطاب ولحن الخطاب وتنبيه الخطاب إذا وجدت هذه المصطلحات الثلاث فإن المراد بهذه الثلاثة كلها إنما هو مفهوم الموافقة وليس مفهوما مخالفة نعم كتحريم الضرب من تحريم التأثيف بقوله تعالى ولا تقول له ما أف نعم قول مصنف كتحريم الضرب شرع يذكر مثالا وقد ذكروا أن هذا المثال هو أشهر أمثلة مفهوم الموافقة أشهر مثال بل لا يكاد يوجد في بعض الكتب الأصولية إلا هذا المثال وهو تحريم الضرب المأخوذ من تحريم التأثيف معنى هذا المثال أننا فهمنا حرمة ضرب الوالدين من نص الشارع على تحريم التأثيف لهما حينما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف فمفهوم المسكوت عنه الضرب والمنطوق هو التأثيف والمسكوت عنه موافق للمنطوق من جهة أن كليهما تحريم لفعل تحريم لفعل فهم متفقان في الحكم وكلاهم وأحدهم منطوق والآخر مسكوت بل سيأتينا إن شاء الله في الشروط أن هذا المنطوق أولى فهو من باب الأولى نص جاء دل عليه المعنى وشرطه فهم المعنى في محل النطق نعم قوله وشرطه أي وشرط العمل بمفهوم الموافقة أورد المصنف شرطين أول هذين الشرطين قال فهم المعنى في محل النطق عبر المصنف بذلك ليخرج فهم المعنى في غير محل النطق فإن فهم المعنى في غير محل النطق هو الذي يسمى عندهم بمفهوم المخالفة مفهوم المخالفة وذلك بيّن أنه في محل النطق لكي يكون موافقا فإن كان مثبتا الحكم فيكون مفهوم مثبتا وإن كان منفيا منفيا وهكذا نعم وأنه أولى نعم قوله أنه أولى هذا هو الشرط الثاني وشرط الأول لا شك فيه لأنه داخل في التعريف المتقدم وأما الشرط الثاني وهو اشتراط أن يكون المفهوم أولى من المنطوق قبل أن آتي بذلك يجب أن نعلم أن المفهوم إما أن يكون أولى وإما أن يكون مساويا وإما أن يكون أضعف فإن كان أضعف فلا يمكن أن يكون مفهوم موافقه البتة وإنما قد يكون مفهوم مخالفة فإن مفهوم المخالف يكون أضعف من المنطوق بقي عندنا حالتان وهما إذا كان مفهوم الموافقة أولى وإذا كان مساويا بعض أهل العلم يقصر مفهوم الموافقة على الأولى فقط دون المساوي يقول فإن كان مساويا أي مفهوم الموافقة للمنطوق فإنه لا يكون مفهوما وإنما يكون قياسا لأنه من باب الاتيام بشيء مع ما يساويه ويشبهه فيكون مساويا له في المعنى فيكون قياسا حين ذاك وهذا هو ظاهر كلام المصنف هنا وهو قول جماعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم بل قيل إن إن هذا هو قول أكثر الأصوليين فقد نسبه الصفي الهندي لأكثر الأصوليين أي لأكثرهم وممن قال به من أصحاب أحمد من الأصوليين ابن العماد المقدسي وابن العماد المقدسي هذا له كتاب في الأصول طبع صغير اسمه الجدل وهذا ابن العماد فيه أمر أولوية في مذهب أحمد فإن ابن العماد المقدسي هذا هو أول من ولي القضاء على سبيل الانفراد في مصر أي قضاء الحنابلة ابن العماد المقدسي صاحب كتاب الجدل المطبوع وله رسائل أخرى في القراءة وإهداء الثواب للميت وغيره فابن العماد المقدسي والشيخ تقي الدين وأكثر الفقهاء الحنابل يشتريطون أن يكون أولوياً لا مساوية وقيل إنه لا يلزم أن يكون أولى بل إن المساوي يكون كذلك بل إن المساوية يكون كذلك وهذا القول هو الذي صححه المرداوي في التحبير فذكر أن الصحيح أن مفهوم الموافقة يشمل الأمرين ما كان أولى بالحكم وما يكون مساوياً ولكن الأكثر ما يكون أولى وذكر أن هذا القول هو قول جماع من الأصولين كالغزال والفخر الرازي وغيرهم أثر التفريق بين من قال إنه يلزم أن يكون أولى ومن قال إنه لا يلزم أن يكون أولى بمعنى أن يكون مساوياً ذكر المرداوي أن النتيجة لفظية ووجه ذلك أن الذين يقولون إنه يكون من شرطه أن يكون أولوياً فإنه يسمونه مفهوم وأما المساوي فيسمونه قياساً فقط هذا الفرق بينهما وإلا فإنهم يعملونه وهو حجة عند الأكثر نعم قول مصنف وهو أي مفهوم الموافقة حجة أي أنه يكون معمولاً به ودليلاً يصح الاحتجاج به عند الأكثر أي عند أكثر أهل العلم بل نقل أنه فيه الإجماع بل نقل الإجماع بل نقل فيه إجماع وإن كان الإجماع ليس على إطلاقه فإن فيه خلافاً واختلف النقل عن داود قوله واختلف النقل عن داود داود الظاهر اختلف عنه النقل فنقل بعض الأصوليين عنه ومنهم أبو القاسم الخرزي الذي سيأتي ذكره بعد قليل أنه قال إنه ليس بحجة ونقل عنه ابن برهان صاحب كتاب الوصول وصاحب كتاب أيضاً الأوسط في أصول فقه أنه قال إنه حجة هذا كلام داود أما ابن حزم فإنه صرح في بعض كتبه أنه ليس بحجة في كتابه إنكار القياس وسأذكر كلام ابن حزم في المسألة التي بعدها التي سيريدها المصنف إن شاء الله نعم ثم ثم دلالته لفضية عند القاضي والحنفية والماركية وعند ابن أبي موسى والخرزي وبالخطاب والحلوان والشافعي هو قياس جلي نعم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر دلالة مفهوم الموافقة ما هي؟ ذكر قولين المصنف وهناك قول ثالث للطوفي إن شاء الله لا أذكره ولا أنسى ذكره القول الأول أورده المصنف أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفضية ومعنى كونه دلالة لفضية أي أن مفهوم الموافقة مأخوذ من دلالة اللفظ نفسه وأن العرب تستعمل هذا اللفظ للمنطوق ولمفهوم الموافقة معا وبناء على ذلك فإن هذا هو فهم العربي ابتداء ولا يلزم فيه أن يكون المرء عالما فإنه يستوي فيه العالم والعامي سواء لأن دلالة اللفظ يشترك فيه العام والعالم في هذه الدلالة هذا معنى قوله وهو القول الأول ثم دلالته أي دلالة مفهوم الموافقة قوله عند القاضي أي القاضي أبي يعلى والحنفية والمالكية طبعا القاضي وافقه جماعة ممن وافقه على كونها دلالة لفضية أبو علي بن شهاب العكبر وبن عقيل وجزم بن عقيل أنه قول أصحاب الإمام أحمد بل نص على أن أحمد قد نص على ذلك بأن دلالته لفضية ثم ذكر المصنف القول الثاني قال وعند ابن أبي موسى هذا القول الثاني وهو أن دلالة مفهوم الموافقة ليست لفضية وإنما دلالة قياسية وأنه من باب القياس الجلي وأنه من باب القياس الجلي قال وعند ابن أبي موسى صاحب الإرشاد وقد نص عليه في مقدمته الأصولية في الإرشاد والخرزي هذا هو ضبط هذا الاسم الخرزي وأبي الخطاب كما نقله عنه في المسودة والحلواني قال والشافعي وهذا هو نص الشافعي في ما نقيل عنه وعليه أكثر أصحاب الشافعي أنه قياس جلي وليس من باب الدلالة اللفظية ومعنى قوله إنه قياس جلي يعني أنه ليس من ذات اللفظ وإنما يؤخذ من باب الإلحاق فليس مفهوم من ذات اللفظ وإنما من باب القياس ما الذي يترتب على هذا الخلاف الذي أورده المصنف هل دلالته لفظية أم أن دلالته قياسية ينبني على هذا الخلاف مسائل المسألة الأولى أنه إذا قيل إن مفهوم الموافقة قياس فإنه حينئذ يدخل في الخلاف الذي سيأتينا في الدرس القادم هل يجوز نسخ النص بالقياس أم لا فهل يجوز نسخ النص بمفهوم الموافقة أم لا وأما إن قلنا إن مفهوم الموافقة ليس دلالة قياسية وإنما هو دلالة نصية فإنه ينسخ المفهوم النص لأنه بذات اللفظ قد صرح بهذا الشيء الأمر الثاني وهو يعني بناء عند بعض أهل العلم أن أبا محمد بن حزم لما رأى الشافعي قد سمى مفهوم الموافقة قياسا وقد نفى ابن حزم القياس قال لا أراه حجة فلا أرى لا القياس الجلي ولا المساوي حجة وبناء ذلك قال ابن حزم في بعض كتبه ومنها النبذة الليس في النبذة وإنما الجزء الذي لخصه الذهبي في إنكار القياس الرد على من احتج بالقياس قال لو لم يرد إلا آية التأفيف فلا تقول له مأف لقلنا بجواز ضرب الوالدين لكن قد ورد النص بالمنع منه كالنهي عن العقوق والأمر بالبر وإلا فإن هذا الآية التأفيف لا تدل على ضرب الوالدين فهو راما لاحتجاج بالكلية ونفاه بالكلية بناء على ما يرى أنه قياس جلي ولكن لما قال المحققون أن مفهوم الموافق ليس قياسا بل هو دلالة لفظية نقول لا نحتاج لهذا النفي ولكن ابن حزم لما أراد أن ينكر هذا الأصل وفي القياس أنكره وأنكر كل ما سمي به والحقيقة أنه وقع في مكابرة لا شك أنها مكابرة لا شك أنها مكابرة طبعا بقي عندنا قول ثالث وهو قول الطوفي فقد ذكر الطوفي أن مفهوم الموافقة عنده هو ليست من باب الدلالة اللفظية ولا من باب القياس وإنما من باب الدلالة العقلية فجعلها دلالة عقلية يشترك الناس فيها جميعا ولو كان لا يعرف اللسان العرب لأن الدلالة العقلية يشترك جميع الناس فيها نعم فضل والثاني مفهوم المخالفة نعم الثاني أي من أنواع المفاهيم هو مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة هو الذي فيه أكثر الإشكالات وأغلب يعني الناس قد يخالف في هذا المفهوم كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله واصول أحمد إعمال مفهوم المخالفة كثيرا بل هم أشد الناس إعمالا لمفهوم المخالفة مفهوم موافقة لا يكاد يخالف فيه إلا ما نقل عن داود ولكن الخلاف الأكبر والذي فيه الثمر الكبرى إنما هو مفهوم المخالفة نعم وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم نعم قول المصنف هو أي وهو مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه أي غير المذكور في اللفظ وهو المفهوم مخالفا للمنطوق في الحكم وهذا معنى قول بعضهم أن يكون المسكوت في غير محل النطق في غير محل النطق فإن كان محل النطق في النفي كان في الإثبات وإن كان الحكم في المنطوق أثبات فيكون عكسه كذلك في النفي هذا يسمى بمفهوم المخالفة هذا المفهوم المخالف العلماء يقولون إن دلالته دلالة التزام وليست دلالة اقتضاء فيلتزم فالتزام إثبات الحكم نفيه عن ضده وكل أنواع مفهوم المخالفة بلا استثنى عكس مفهوم موافقة فإن دلالته ظنية كل دلالات مفهوم المخالفة دلالته ظنية بينما مفهوم الموافقة وخاصة إذا قلنا إنه لابد أن يكون أولويا فإنه يكون دلالة قطعية وذلك يقولون القياس الجليد دلالته قطعية إذن من أهم الفرقات بين المفهوم الموافقة والمخالفة في قضية نوع الدلالة فيه في نوع الدلالة فيه قول المصنف يسمى دليل الخطاب مر معنى أن مفهوم الموافقة فحوى وتنبيه الخطاب ولحن الخطاب بينما المخالفة أو مفهوم المخالفة نسميه دليل الخطاب فإذا وجدت أحدهم قال ودليل الخطاب كذا فهو هذا بل إن بعضهم لا يسمونه دليل الخطاب وإنما يقولون الدليل فيسمون مفهوم المخالفة الدليل فيقولون الدليل من كذا أي مفهوم المخالفة من كذا وهذا موجود حتى في وخاصة عند المتقدمين من الفقهة أنهم يطلقون لفظ الدليل كثيرا من غير تسمي الدليل الخطاب ويقصدون به مفهوم المخالفة وهذه من المصطلحات المهمة التي تحتاجها عندما تقرأ كتب متقدم أهل العلم وخاصة في القرن الثالث أو الرابع وأوائل الخامس ستجد عندهم هذا الاستخدام كثير وشرطه عند القائلين به ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة نعم قوله وشرطه أي وشرط القول والاحتجاج بمفهوم المخالفة وقوله عند القائلين به هذه يدلنا على أن مفهوم المخالفة اختلف فيه على سبيل الجملة على قولين والمصنف لم يشر القولين اكتفاءا لأنه سيذكر أنواع المفاهيم وسيذكر الخلاف في كل واحد من هذه المفاهيم فسيذكر كل نوع من أنواع المفاهيم ويذكر الخلاف فيه ولكن العلماء أوردوا الخلاف على سبيل الجملة في من أثبت حجية مفهوم المخالفة ومن نفى حجيته فذكروا أولا أن المجزوم به في مذهب الإمام أحمد بل نصوص أحمد كما قال القاضي في العدة كثيرة جدا على النص عليه أن مفهوم المخالفة حجة وهذا المجزوم به ولم يخالف فيه إلا رجل أو رجلان من أصحاب أحمد وإلا كلهم على ذلك بل يعني من النصوص عن أحمد ما نقله أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول قال كان أحمد يذهب إلى القول بدليل الخطاب في أنه حجة لله على خلقه ويقول هو مفهوم قول العرب وجريان اللسان العربي خوطبنا به هذا كلام صريح جدا فيما نقله أبو محمد التميمي لكن دائما تعلمون أن التميميين أبو محمد وأبو الحسن وأبو الفضل عندهم مشكلة أنهم ينقلون كلام أحمد المعنى ولا ينقلونه بالنص وهذا كثير جدا لا في كتبهم في كتاب الأصولي الموجود لأبي محمد ولا في كتب الاعتقاد وإذا كتب الاعتقاد التي نسبت لأحمد من كتب التميميين دائما يكون فيها فهم منهم لكلام أحمد وتعبير ربما بألفاظ الكلاميين عن اعتقاد أحمد وأحمد لم يتكلم بهذه الألفاظ مطلقا لا إثباتا ولا نفيا وهذا الذي جعل بعض الناس ينسب لأحمد اعتقادا هو لم يقوله فإن من أول من نقله بالمعنى فأدخل فيه ألفاظ الكلاميين ربما بحسن ظن بل هو الظن إن شاء الله فيهم كذلك ثم تتابع من بعدهم هم التميميون ووقع فيهم الإشكالات نعم إذن هذا ما يتعلق ب نعم قلنا أن القول الأول هو قول المجزوم به مذهب أحمد أنه يكون حجة القول الثاني هي رواية نقلت في مذهب أحمد نقلها رواية عن أحمد أبو الخطاب في كتابه الانتصار فنسبها لأحمد وقال به من أصحاب الإمام أحمد أبو الحسن التميمي خلاف أبي محمد فإن أبو الحسن التميمي ألف جزءا وقع للقاضي أبي يعلى وفيه نفى حجية دليل الخطاب فقال إنه ليس بحجة وهذا القول الذي نسب رواية لأحمد لم ينسبها لأحمد نص له إلا أبو الخطاب وفي نسبة أبو الخطاب له نظر لأن المتقدمين أصحاب أحمد كما تعلمون يتساهلون فينسبون قول أصحاب أحمد رواية لأحمد ولكن هكذا نقلت هو قول جماهير أهل فالجمهور عندهم الأصل أن المفاهيم الأصل فيها عدم الحجية وإن كان بعض قد وافق في بعض أنواع مفاهيم المخالفة وافق في بعض أنواعها وسيأتي إن شاء الله إذن الجمهور على النفي في أغلب أنواع المفاهيم والمعتمد مذهب أحمد أنه يرى حجية المفاهيم كلها في الجملة ثم أورد المصنف الشروط وأوردها تقريبا شرطين أو ثلاثة وقبل أن أبدأ بهذه الشروط هذه الشروط اختصرها بالرجب بقيد واحد فقال إن شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تدل القرينة على أن القيد ليس مرادا من الكلام فقط وبناء على ذلك فإن كل ما سيذكره المصنف هي من هذا الباب في الحقيقة هي من باب القرائن الدالة على أن هذه القيود التي لها مفهوم مخالفة ليست كذلك أول شرط أورده المصنف وهو سهل جدا قال أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة قوله أن لا تظهر أولوية تقدمت معنا عندما اشترط المصنف في مفهوم الموافقة أن يكون أولويا وبناء عليه فإن الأولوية واضحة فيه قوله ولا مساواة في المسكوت عنه أيضا مر معنا أن هناك قولين في المسألة في المسكوت عنه فما صححه المرداوي أن المسكوت عنه يكون موافقة وما مشى عليه كثير من الأصوريين كما حكاها الصفي الهندي وهو اختيار ابن العماد واختيار الشيخ تقي الدين وكثيرون أنه يكون من باب القياس لأنه مساوي والمساوي إنما يكون قياسا وليس ولا يكون منطوقا وإذا يقول مصنف فيكون موافقة أي الأولوي يكون موافقة أو على ما صححه المرداوي فالمساوي أيضا يكون موافقة كذلك نعم الشرط الثاني ولا خرج مخرج الأغلب ذكره آمده اتفاقا طيب هذه مسألة من أهم المسائل في المفاهيم وهي التي يحتاجها كثير من طلبة العلم عند التعاون مع النصوص الشرعية من أهم شروط الذي قال ولا خرج أي ولا خرج القيد المذكور في المنطوق مخرج الأغلب مع ما كونه أنه خرج مخرج الأغلب يعني أن هذه الصفة التي ورد بها التقييد تكون غالبة على المنصوف غالبة على المنصوف إما دائما أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن بعض الأوصاف تكون غالبة عليه فمن كثرة ملازمتها أصبحت كأنها ثابتة له في كل حال فمن كثرة مصاحبتها أصبحت كأنها ملازمة لها في كل حال فحينئذ ما خرج مخرج الغالب فإنه في هذه الحال يقولون لا مفهوم لذلك القيد وهذا الذي ذكره المصنف قال ذكره الآمد اتفاقاً وممن وافق الآمد في حكاية الاتفاق عليه وقال هو باتفاق ابن القيم نص على ذلك في شرح تهذيب لتهذيب السنن والزركشي في شرحه الخرقي والطوفي وغيرهم كلهم نصوا على أن هذا باتفاق والحقيقة مع القول بأنه باتفاق إلا أن فيه خلافاً فإن الذي خال في هذه المسألة هو أبو المعالي الجويني فإن أبو المعالي الجويني ذكر في كتابه البرهان أن القيد إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم هكذا قال طبعاً قال إذا قيل بالمفهوم لأنه ممن لا يرى الاحتجاج في كثير من أنواع المفاهيم وكلام الجويني هذا وجهه المجد بن تيمية توجيها أن هذا من باب التأويل وليس من باب المفاهيم أنه من باب التأويل وليس من باب المفاهيم لذلك يقول أبو البركات قال ويظهر لي أن ذلك من مسالك التأويل فيخفف على المتأول ما يبدله من الدليل العاغد لا أنه مفهوم مطلقاً فإن هذا باتفاق على خلافه إذن عرفنا الآن أن هذا الشرط عامة أهل العلم بالحكي ياتفاق عليه وأن ما نقل عن أبو المعالم الجويني له توجيه وجهه به أبو البركات ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ بمعنى إذا وجدنا حديثاً أو آية فيها قيد وهذا القيد خرج مخرج الغالب الذي يترتب عليه قبل أن أذكر ما ترتب من المناسبة أذكر أمثلة لقيود في كتاب الله عز وجل خرجت مخرج الغالب ومثلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة على ذلك قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منهم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فقول الله عز وجل فإن كنتم مرضى أو على سفر قوله على سفر هذا قيد فمفهوم هذا القيد أن التيمم إنما يكون لمن كان في سفر فنقول هذا ليس كذلك لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب إذ الغالب في السفر هو فقد للماء فهو محل لعدم الماء غالبا فلما كان ذلك غالبا فإن نقول لا مفهوم لهذا القيد وإنما خرج مخرج الغالب من الأمثلة المشهورة جدا بل هو الأكثر تمثيلا في كتب الأصول لما ذكر الله عز وجل المحرمات قال وربائبكم اللات في حجوركم فقوله في حجوركم هل يفهم منه أن ما ليست في الحجر في حجر الزوج زوج الأم ولم تربى عنده فإنه لا تكون محرمة عليه كما قال بعض أهل العلم ونقل ذلك عن عبد الوفى بن عقير نقول لا بل إن عامة أهل العلم أن هذا القيد غير معتبر مفهومه لأنه خرج مخرج الغالب فغالب الناس إذا تزوج امرأة وعندها بنت من زوج قبله أن هذه البنت تكون في حجره أو في كثير من الأحيان تكون عنده فتتربى عنده من أمثلة كذلك قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها ثم ذكر بعد ذلك الخل فجعل الله عز وجل الخلع إنما يكون جائزا عند خيفة الشقاق وقال العلماء ليس كذلك بل إنه غالبا ما يكون الخلع بعد الشقاق وبناء على ذلك قال صاحب الكافي وهو أبو محمد بن قدامة ويكره الخلع من غير سبب من غير سبب امرأة فقط كرهت زوجها جاز لها الخلع أن تطلب خلع نفسها منه مقابل عوض تبذله لكنه مكروه طبعا بناء على أن الخلع عاقد رضائي ما معنى رضائي يعني أنه لا يجبر الزوج عليه وهذا قول مذهب الأربع جميعا ولم يقل إن القاضي يجوز له أن يلزم بالخلع إلا بعض متأخر قضاة المقادسة كما نقله ابن مفلح في الفروع وهو الذي مشى عليه القضاء عندنا الآن وكثير من الدول العربية أخذت بمفردات الحنابلة في هذه المسألة أيضا من أمثلة قول الله عز وجل وأمهاتكم التي أرضعنكم قول الله عز وجل التي أرضعنكم يقول أهل العلم إنه لا مفهوم لها وبناء عليه فالعلماء يقولون إن المرأة إذا حلبت أو حلب لبنها ثم ارتضع به الولد فإنه حينئذ ينشر الحرمة وكذا إذا جعل صعوطا أو وجورا بل وكذا إذا لم ترضعه بفعلها بأن دب فارتضع ولو كانت ميتة وهذا صرح به أبو الخطاف في بعض كتبه أن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب أن المرأة هي التي ترضع بنفسها إي تباشر إرضاع وهكذا الأمثلة الأمثلة كثيرة جدا التي تخرج هذا المخرج لكن العلماء يختلفون هل هذا القيد خرج مخرج الغالب أو لم يخرج مخرج الغالب هنا تأتي علم شارح الحديث والفقيه باللغة العربية وعلمه بحال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مثل قول أبي سعيد ولم يكن طعامهم يومئذ إلا كذا فمعرفة ما الذي كان عليه الحال في عدد النبي صلى الله عليه وسلم مهم في فهم سنته صلى الله عليه وسلم ودلائل القيود التي أوردها نعم ولا جوابا لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا وأبدل قاضي احتماليا نعم قوله ولا جوابا لسؤال أي ويشترط ألا يخرج القيد المذكور في المنطوق جوابا لسؤال وبناء ذلك فإذا خرج القيد المنطوق جوابا عن سؤال سائر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون له المفهوم لأنه سأله عن شيء فأجاب عنه مثلوا لذلك يقولون إنه لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل فقالوا إن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بمنطوقه وجوب الوضوء من لحم الإبل ولا يدل ولا يدل على أن غير الإبل لا يتوضأ منها لا يدل وإنما أخذناه من أدلة أخرى من تلك الأدلة لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا أو قال إن شئت ومنهما أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما خرج لا مما دخل إذن فالحديث الثابت في مسلم إنما يدلنا على الوضوء من الإبل دون ما عداه لأنه خرج مخرج سؤال وقوله ذكره أبو البركات يعني المجز بن تيمية اتفاقا كذلك ذكره أبو البركات في شرحه على الهداية وأبو البركات له شرح الهداية ينقل عنه كثيرا وبعضهم يسميه مسودة شرح الهداية لأنه لم يكمله فإنه يعني يبدو أنه سوده ولم يكمله نقل ذلك عنه ابنه أو حفيدة المسودة فقد نقلوا أنه نقل الإجماع ذلك في شرحه للهداية ومن من وافقه في حكاية هذا الاتفاق الطوفي فقد وافق أبو البركات في أن هذا يكون يعني بإجماع لسه له مفهوم وقد جزم به كثير من أصحاب أحمد من المشيخ تقييدين وغيره طيب قال وأبد القاضي يعني قاضي أبا يعلى احتمالين نقل أيضا في المسودة أن القاضي ألف جزءا في المفاهيم وهذا الجزء الذي ألف فيه المفاهيم نقل فيه احتمالين أن القيد الذي يخرج مخرج جواب لسؤال هل له مفهوم أم ليس له مفهوم وهذا الاحتمال الذي يعني قال به أبو يعلى أفقه فيه بعض المالكية والشافعية الذين يقولون بالمفاهيم بعض من المالكية والشافعية الذين يقولون بالمفاهيم ولكن رد عليه الشيخ تقييدين وقال إن هذا إن دلالته ضعيفة جدا إن دلالته ضعيفة جدا نعم وهو أقسام نعم قوله وهو أي مفهوم المخالفة أقسام سيرد المصنف نحو من خمسة أقسام وسيرد خلافا في بعض الأنواع أهي قسم مستقل أم ليست قسما مستقلا بناء على ما سيرده إن شاء الله وعلى العموم فكل الأقسام التي أوردها المصنف هي حجة عند أو أن المفاهيم فيها حجة عند أحمد وأصحابه رحمة الله على جميع علماء المسلمين نعم منها مفهوم الصفة نعم هذا هو أول أنواع المفاهيم وهو مفهوم الصفة ومفهوم الصفة عرفه المصنف بقوله وهو أن يقترن صفة خاصة نعم قوله هو أن يقترن صفة خاصة يعني أن يقترن بلفظ عام من صفة خاصة فالصفة الخاصة التي تكون خاصة ببعض العام تقترن بعد لفظ عام يعني يأتي لفظ عام ثم تأتي بعده صفة هذه الصفة خاصة لبعض العام ليس لجميع العام فقد يكون العام كله متفق عندما نقول مثلا الرجال الذكور هم الرجال هم الذكور فهذا صفة عامة لجميع العام وذلك عبر بصفة خاصة أي تخص بعض أجزائه وهذا معنى قوله أن يقترن أن يقترن صفة خاصة طيب نعم كقوله كقوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة نعم قال كقوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة طبعا يجب أن تفهم بين مفهوم صيغتين فرق بين في السائمة الزكاة وفي الغنم السائمة الزكاة فرق بين اللفظين والمصنف جاء باللفظ الثاني في الغنم السائمة الزكاة لفائدة سيردها بعد قريب قوله كقوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة فإن مفهوم هذا اللفظ دلنا على أن غير السائمة لا زكاة فيها هذا هو المفهوم لأن الصفة هي السائمة وهذه الصفة جاءت بعد لفظ عامه والغنم جاءت بعد لفظ الغنم فقيدته فأثبتت الحكمة وهو الزكاة في السائمة ونفت الحكم عن من انتفت عنه الصفة وهو غير السائمة من الغنم قال وقال به الأكثر أي أكثر أصحاب الإمام أحمد وأيضا قال به الشافعي فإن الشافعي احتج بمفهوم الصفة وكثير من أصحابه أخذوا به ومن نص عليه من أصحاب أحمد المتقدم كالقاضي وتلامذته وقبلهم ابن شهاب وابن أبي موسى وغيرهم كثير خلافة لابن داود والتميمي وابي حنيفة وأصحابه نعم قوله خلافة لابن داود ابن داود هو ابن داود الطائي محمد ابن داود الطائي نقل عنه القاضي أبو يعلى أنه يخالف في مفهوم الصفة بينما نقل عن أبيه داود أنه يرى أن مفهوم الصفة حفجة هكذا نقلها القاضي فأنا أنقل ما نقله القاضي فهو فرق بين داود وابنه فجعل قول داود احتجاج بمفهوم المخالفة بمفهوم الصفة أي مفهوم المخالفة في الصفة وأما ابنه فرأى أنه لم يحتج به وقوله والتميمي المراد بالتميمي أبو الحسن لأن أبو الحسن التميمي يرى أن جميع المفاهيم ليست بحجة وذلك أورد هنا قال وأبي حنيفة وأصحابه فإن أبا حنيفة وأصحابه وكثير من أصحاب الإمام مالك وبعض الشافعية كأبي العباس بن سريج والقفال والباقلاني والجويني والغزالي كلهم يرون أن مفهوم الصفة ليس بحجة ثم مفهومه عند القائلين به طيب قوله ثم مفهومه أي مفهوم الحديث المتقدم قبل قليل فالضمير عائد للحديث المذكور قبل قليل وقوله عند القائلين به أي عند القائلين بالمفهوم نعم لا زكاة في معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم فهما العلة قوله هذا القول الأول المفهوم أنه لا زكاة في غير السائمة التي هي المعلوفة لأن السائمة هي التي ترعى من الأرض أكثر الحول يقابلها المعلوفة قوله لا زكاة في معلوفة هذا مفهوم إلى الأن واضح في معلوفة الغنم فقط ليس في جميع المعلوفات لا زكاة فيها وإنما في معلوفة الغنم فقط دون ما عداه لأنه متعلق بالجنس الذي وردت عنه الصفة وهو الغنم قال لتعلق الحكم بالسوم والغنم لأن الحكم المنطوق نص على السوم والغنم فحينئذ فالمفهوم يتعلق بهما وذلك قال فهم العلة فهم العلة أي الجنس الذي قيد والقيد معه نعم ولنا ولنا وجه اختاره ابن العقل وبعض الشافعية لا زكاة في معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة قال ولنا وجه أي وجه في أصلاح نذهب لإمام أحمد اختاره ابن العقل وبعض الشافعية وقيل إنه هو ظاهر كلام لإمام أحمد فيما نقله القاضي أبو يعلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة يدل على أن جميع المعلوفات من الغنم والإبل والبقر لا زكاة فيها قال القول الثاني للوجه الثاني لا زكاة في معلوفة كل حيوان من الأزواج الثمانية من البقر الثنين من الإبل الثنين ومن البقر الثنين ومن الضأن ومن المعز هذه الأزواج الثمانية كما تعلمون في كتاب الله بناء على أن السوم العلة فنحن قدرنا قبل الغنم فجعلنا الغنم مصطردي ولا أثر له وقدرنا جنسا وهو أنه في ما تجب فيه الزكاة السائمة منه فقط هو الزكاة ما تجب فيه الزكاة وهو الأزواج الثمانية فقط دون ما عداها النتيجة ما هي عن القول الأول الدليل إنما يدل على الغنم فقط وعلى الوجه الثاني يدل على جميع الأصناف من باب اللفظ لا من باب القياس طبعا إذا ورد الحديث في السائمة الزكاة بدون لفظ الغنم فإنه يدل على جميع يدل مفهومه على نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأزواج الثمانية وهذا استفيدت حجيته بالعقل أو اللغة أو الشرع أقوال نعم طبعا الأقوال الثلاثة فقيل إنه قد أخذ بالعقل وهذا قال به أبو الفرج المقدسي من أصحاب إمام أحمد وحكاه إجمع أهل اللغة وقيل إنه أخذ من اللغة وهذا قول أبي الخطاب في التمهيد فقد ذكر أن هذا قد ثبت باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان والقول الثالث أنه مأخوذ من الشرع هو وجه عند الشافعية إذن المذهب عند الحنابلة إما أنه بالعقل أو باللغة وظاهر كلام المحققين كأبي الخطاب فإنه من المحققين المعتمدين في الأصول أنه إنما أخذ باللغة فيكون دلالته لغوية وأحمد وآهر كلامه التصريح بهذا المعنى نعم ومنها مفهوم الشرط نعم هذا النوع الثاني من المفاهيم وهو مفهوم الشرط وهو من أقوى المفاهيم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل ومفهوم الشرط حج عند كثير من أهل العلم بمعنى أنه يرد شرط يعلق عليه الحكم إن فعلت كذا يكون كذا مثال نحو وإن كنا ولاة حمل نعم وإن كنا ولاة حمل فهذا الشرط لأنه علقه على حرف شرط وهو إن كنا ولاة حمل فمفهومه أن من لم تكن حاملا لا تجب لها النفقة فليست النفقة إلا للحامل وهذا واضح في أن المبان بينون الكبرى ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا وهل النفقة لها أم لأجل حملها وجهان مذهب أحمد والمشهور أنه لأجل الحمل وهو أقوى من الصفة نعم وهو أقوى في الدلالة من الصفة وهذا يدلنا على أن كل من قال بحجية مفهوم الصفة فإنه يلزمه أن يقول بحجية الشرط وذلك يقولون لم يقل بنفي حجية الشرط إلا بعض الغلات من منكر المفهوم فهو من أقوى المفاهيم ومن ثمرة معرفة أنه أقوى من الصفة أنهما إذا تعارضوا قدم مفهوم الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة نعم ممن لم يقل بمفهوم الصفة مر معناgil من سريج والرازي الفخر الرازي فإنهم لا يقولان بمفهوم الصفة لكنهم يقولون بمفهوم الشرط وعدد من الحنفية والحنفية من أقل الناس إعمال المفاهيم والحنفية أيضا كثير أو عدد منهم عملوا بمفهوم الشرط ومنها مفهوم الغاية نعم هذا وإنه الثالث الذي أرده المصنف وهو مفهوم الغاية ومعنى مفهوم الغاية بمعنى أنه يرتب الحكم على غاية إما بإلى أو حتى فلا بد من أن يمد الحكم إلى غاية بإلى أو بحتى طبعا وأمثلة نسي تقولون أمثلة مفهوم الصفة والشرط بالألوف ولا أقول بالمئين بل بالألوف في الكتاب والسنة كثيرة جدا 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 أمثلة مفاهيم الشرط التي تقدمت والصفة بالذات لأن كل القيود صفات نحو حتى تنكح زوجا غيرا نعم قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيرا هذه لها مفهوم طبعا هذه الآية جاءت في أولها أن الله عز وجل قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فهذا يدلنا مفهومها على أن الزوجة تباح للأول بعد نكاحها زوجا غيرا حتى تنكح زوجا غيرا فإذا نكحت زوجا غيرا أبيحت وقبل أن تنكح زوجا غيرا فلا تحل له وهو المنطوق إذن المنطوق لا تحل له حتى تنكيح مفهومه إذا نكحت ودخل بها دخولاً لكاحاً صحيحاً ودخل بها وطأاً كاملاً تتحقق به اللذة للطرفين في قوله الله سلام حتى يدوق عسيلتك وتدوق عسيلته فإنها تحل لزوجها الأول وعرفنا هذه الشروط من السنة طبعاً ثم أتم الصيام إلى الليل نعم وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل مفهومه أو منطوقه أنه يجب الصيام إلى الليل مفهومه أنه إذا دخل الليل فلا يشرع الصيام فقد انقضى الصيام فلا يشرع صيام وليس متعلقاً به وإذا كاختلفوا في مسألة الوصال هل هو مشروع أم ليس بمشروع وهو أقوى من الشرط نعم قوله وهو أي مفهوم الغاية أقوى من الشرط أقوى من الشرط من حيث الحجية ولذلك فإن كل من قال بحجية الشرط يلزمه أن يقول مفهوم الغاية ومع ذلك قد خالف بعض الأصوليين في مفهوم الغاية وممن نقل عنه المخالفة بمفهوم الغاية أبو الحسن التميمي نقلها عنه ابن شهاب العكبري أبو علي بن شهاب العكبري فقد نقل عنه أنه يقول إن الغاية ليس لها مفهوم وهذا القول الحقيقة يعني وإن وافقه في كثير من الحنفية والآمد إلا أنه صعب جدا الحقيقة القول بعدم يعني إعمال مفهوم الغاية ولهذا فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط نعم منهم بعض الحنفية أو كثير من الحنفية ومنهم القاضي عبدالجبار المعتزلي فقد نفى مفهوم الشرط لكنه عمل بمفهوم أو مفهوم الغاية وقال بعضهم ما بعدها مخالف لما قبلها النطقان نعم هل مفهوم الغاية مأخوذ من باب النطق أم من باب المفهوم الذي عليه جماهير الأصولين أنه باب المفهوم فقط وأنه ليس من باب النطق وذكر مصنف عن بعضهم وهؤلاء البعض نسبه ابن رجب لبعض أصحاب أحمد أنهم يقولون أن دلالة الغاية من باب النطق ويترتب على ذلك أنه يقبح عندهم أن يأتي بحكم لما بعد الغاية يوافق ما قبلها فلو قال اغسل يدك حتى المرفق ثم اغسل ما بعد المرفق يقول هذا تناقض بين الكلام هذا الذين يقولون إنهم باب المنطق وأما الذين يقولون إنهم باب المفهوم فيقولون إنه جائز أن يأتي بحكم لما بعد الغاية يوافق ما قبلها ومنها مفهوم العدد نعم هذا هو المفهوم الرابع ومفهوم العدد وهو أن يخص العام بنوع من الأعداد كالثلاثة أو الخمسة أو السبعة وغيرها نحو لا تحرم المصة ولا المصتان نعم هذا الحديث فيه نص بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تحرم المصة ولا المصتان مفهومه أن ما زاد عن المصتين فإنه يكون محرما وإذلك أخذ أحمد من هذا الحديث أن الثلاث الرضاعات محرمات فقد قال في رواية محمد بن العباس لما سئل عن رضاع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فأرى الثلاثة تحرم وهذا من باب إعمال أحمد لمفهوم العدد ومفهوم العدد طبعا أضعف مما سبق ولكنه حجة عندهم لكنها من أضعف أنواع المفاهيم هو ضعيف والدليل على أنه ضعيف أننا لما عملنا به جاءنا حديث آخر يعارضه وهو أن عائش رضي الله عنها قات كان مما نزل في القرآن أثم نسخ مما نزل في القرآن خمس رضاعات محرمات فنسخ ليس نسخة الرضعة والرضعتان بل نقول إنها ألغى لم ينسخ وإنما ألغى مفهوم الرضعة والرضعتان محرمتان فألغى لأن دلالة الظنية وبان لنا بالنص الثاني أن الذي يحرم إنما هو خمس وذلك لأن دلالة مفهوم العدد ضعيفة هي حجة لكنها ضعيفة طيب وهو وهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود والشافعي طيب قبل أن نبدأ في الحجة أريد أن أبيّن مسألة في تحرير محل النزاع في مفهوم العدد يقول العلماء إن العدد إذا خرج مخرج التكثير فإنه باتفاق أهل العلم لا يكون له مفهوم ومن الأرفاض التي تخرج مخرج التكثير السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها مما فيه هذا الرقم وهو السبعة وقد ألف الجاحظ كتابا في أن العرب إذا أرادوا المبالغة والتكثير أتوا بالسبعة أو السبعين ونحوها وذلك قال الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة نقول ليس لها مفهوم لأن هذا العدد خرج مخرج التكثير مثله عندنا الآن في لهجتنا الدارجة في هذا الوقت أنك إذا أردت أن تأتي برقم من باب التكثير تقول لو تأتيني في البيت لو تفعل الشيء الفلاني مليون مرة فعندهم أن الرقم مليون مثل الآن الذي تدرسونه في الحساب الحديث ما لا نهاية ما لا نهاية يعني هذا رقم غير منتهي فالعرب كانوا يذكرون من باب التكثير السبعة والسبعين والسبعمائة وألف فيها كما قلت لكم الجاحظ رسالة كاملة إذن هذا الأمر الأول الذي يكون خارجاً عن محل النزاع ما عند ذلك هو فيه محل النزاع وإن كان لبعض أهل العلم يعني تقييد مثل الطوفي لكن لضيق الوقت نكتفي بالقيد الأول في تحريم محل النزاع إذن هذا الأمر الأول قال المصنف هو حجة عند أحمد أي عند الإمام أحمد وقد استدل أحمد به في مسائل كثيرة من ذلك أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه لما جاء حديث نهي نزاع سلم عن شرطين في بيع إن صح ذلك الحديث قال أحمد إنما النهي عن شرطين إنما النهي عن شرطين فمفهوم ذلك أنه يجوز ما زاد عن شرطين قال ابن النجار في المنتهى وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد لأنه نهي عن شرطين فما نقص عنه فإنه جائز وما زاد فهو أولوي أن نهي عنه فيكون من باب مفهوم الموافقة لما نهى عن شرطين باب مفهوم ما زاد عنه هو الثلاثة والأربعة وقد تقدم مفهوم الموافقة قوله أكثر أصحابه هذا جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد ولكنهم يقولون مع أنه حج إلا أنه ضعيف وذلك يقول الشيخ تقيدي مفهوم العدد أضعف مفهوم الصفة وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه هو حجة لكنه أضعف دلالة هو أضعف دلالة قوله ومالك وداود والشافعي أي كلهم قالوا بذلك أن مفهوم العدد حجة نعم وسيأتي إن شاء الله من خالف في هذه المسألة وقال إنه ليس بحجة وهو من قسم الصفات عند طائفة نعم هذه المسألة وهي قوله وهو أي ومفهوم العدد من قسم الصفات يعني أنه داخل في مفهوم الصفة عند طائفة فإن بعضا من الأصوليين لا يعد مفهوم العدد بل يجعله جزءا من مفهوم الصفة فيحكي الخلافة في العدد والأمثلة كالخلاف والأمثلة يدرجها في أمثلة مفهوم الصفة وهؤلاء الطائفة الذين أوردهم مصنف هو أبو المعالي الجويني وقبله أبو الطيب الطبري صاحب التعليقة وقد ذكر عبد الحليم ابن تيمية في المسودة أن ظاهر كلام القانضي أبي يعلى كذلك ظاهر كلامه كذلك أي أن مفهوم العدد داخل مفهوم الصفة رحمك الله أن مفهوم العدد داخل مفهوم الصفة طبعا الفائد الجويني له رأي يقول أصلا لا يحتاج أن نعدد من مفاهيم بل كل المفاهيم تدخل في مفهوم الصفة نص على ذلك في البرهان فقال كل المفاهيم تدخل في الصفة فكأنه توسع في هذا الأمر فضلا ونفاه بإسحاق ابن شاق طبعا أيضا أيضا قلت لكم أن هذا ظاهر كلام القاضي أبي يعلى شيخ الإسلام له كلام في درء التعارض يعني يظهر منه أنه يرى ذلك وهو أن مفهوم العدد من مفهوم الصفة لكنه من أضعف أنواع مفهوم الصفة نعم ونفاه أبو إسحاق بن شاقلة نفاه أين وفى حجية مفهوم العدد أبو إسحاق بن شاقلة والقاضي هو أكثر الشافعية نعم أسحاق بن شاقلة وكذا نسبه المصنف تبعاً لبن مفلح والقاضي هو أبو يعلى فقد نفاه في جزئه الذي في المفاهيم بينما في كتابه الأصول العدة صرح بأنه حجة وكذلك أيضا أكثر الشافعية فقد قالوا إنه ليس بحجة ومنها مفهوم اللقب نعم هذا النوع الخامس وهو مفهوم اللقب طبعا قبل خلنا نذكر بعض الأمثلة على مفهوم العدد مفهوم العدد كثير جدا من مفهوم العدد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه مفهوم موافقة أنه إن زاد عن القلتين فإنه لا يحمل الخبث وفيه مفهوم مخالفة مخالفة في العدد أن ما نقص عن القلتين فإنه يحمل الخبث ومعنى قولهم إنه يحمل الخبث أهون يأتي الخلاف ما معنى هذه الكلمة والمشهور أن معنى كونه يحمل الخبث أي إذا وقعت فيه نجاسة سلبته الطهورية كما أن بعض التصرفات وإن لم تكوا من النجاسات إلا أنه تسلب الطهورية مثل خلوة به في طهارة واجبة ومثل بعض الأحكام مذكرة في محله هذا من مفهوم العدد من الأمثلة كذلك أنه جاء في حديث أن نبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه فمفهوم موافقة أن من قرأ أن من قرأه في إن قال في أقل من ثلاث من قرأه في يومين في ثلاثة فأقل هذا مفهوم موافقة لا يفقه مفهوم المخالفة هو الذي نريد هنا أن من قرأه في أكثر من ثلاث هل يفقه أم لا هل سيفقه ذلك أم لا فمن قال إنه ليس بحجة قال دل على أنه لا يراد ذلك فنقول لا هو مظنة فقهه هو مظنة فقهه وذلك يقولون إن النفي من كل وجه أن من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقه ولكن من قرأه في أكثر من ثلاث فقد يفقهه أحيانا دون أحيان وذلك يقولها داخل في عموم المفهوم ليس لعموم الأفراد هل المفهوم له عموم أم لا وتكلمنا عنها في قواعد العموم ثم شرع بعد ذلك المصنف في المفهوم الخامس فقال ومنها أي من المفاهيم المخالفة مفهوم اللقب ومنها مفهوم اللقب وهو تخشيص اسم غير مشتق بحكم يقول المصنف وهو مفهوم اللقب ويسمى مفهوم الاسم اللقب بعضهم يسميه مفهوم الاسم اللقب وبعضهم يسميه مفهوم الإسم الذي ليس بصفة أو مفهوم الإسم أو مفهوم إسم ليس بصفة نعم نفس المعنى ثم بيّنه المصنف قال وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم أريدك أن تعلم أن الأسماء نوعا أسماء مشتقة أي مشتقة من صفة وأسماء غير مشتقة وهي لتسمى بالجامدة سيتكلم المصنف هنا عن الأسماء غير المشتقة التي لم تشتق من صفة ثم سيرد بعدها الاسم المشتق ما حكم ما نوع مفهومه يقول المصنف وهو تخصيص اسم غير مشتق بمعنى أنه جامد بحكم فيعلق الحكم على الاسم نعم سيأتي أمثلته وهو حجة عند أكثر أصحابنا نعم قوله وهو حجة عند أكثر أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد وقيل إن أحمد رحمه الله تعالى قد نص عليه وقال به مارك وداود كذلك نعم ونفاه الأكثر أي أكثر الفقه والأصريون وممن نفاه من أصحاب أحمد القاضي في جزئه الذي ألفه في المفاهيم ونقل عنه في المسودة ونفاه ابن عقيل في بعض مواضع كتبه وممن نفى أيضا مفهوم اللقب ابن قدامه الموفق ابن قدامه فإن الموفق يرى ذلك بينما أكثر أصحاب أحمد على أنه حجة واختار بل قال الزركشي إنه حجة على المشهور من المذهب فجزم أنه على المذهب أنه حجة نعم القول الثالث واختار واختار أبو البركات وغيره أنه حجة إن كان بعد سابقة ما تقضي التعميم طيب القول الثالث هو اختيار أبو البركات وهو التفريق بين حالتين الحالة الأولى أن يرد اللقب بعد ما يقتضي التعميم بعد أمر سابق يقتضي التعميم ففي هذه الحالة يكون اللقب له مفهوم محجة وإما أن يأتي اللقب من غير ما يقتضي ذلك من غير ما يقتضي ذلك فإنه في هذه الحالة لا يقتضي لا يكون مفهوم حجة مثل لذلك بمثالين قال فقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا وجعلت تربتها طهورا فيقول إن هذه قوله تربتها جاءت بعد لفظ عام لأنه قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا ثم خص من هذا العام التربة فحينئذ نقول إن هذا المفهوم حجة وبنان عليه قال المفقهة في المعتمد المذهب أن من شرط المتيمم عليه أن يكون ترابا من باب مفهوم اللقب ويقوي مفهوم اللقب هنا أنه جاء بعد لفظ عام جعلت جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا أي أتطهر بها إذ لو كانت يجوز التطهور بكل أجزاء الأرض قال لو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان وردت بعض الألفاظ هكذا لكن اللفظ الثاني هو الذي نحتج به وهذا الذي ذكره أبو البركات جزم به ونفاه عما عده يعني قال إذا لم يكن قبلها عموم فلا يكون حجة مفهوم حجة ومثل لما يقابله قال لو أنه سلم قال ابتداء هكذا عليكم في الإبل زكاة فالإبل لقب وهو جامد غير مشتق فلا نقول إنه ينفي الزكاة عن غير الإبل لكن لو قيل هل لنا في السائمة زكاة قال عليكم في الإبل نقول نعم لها مفهوم هنا مفهوم لقب لأنه جاء بعد عموم الكلام الذي ذكره أبو البركات ذكر الشيخ تقييدين حفيده أن هذا في الحقيقة هو مقوي لمفهوم اللقب وليس هو الذي يقبل فيه مفهوم اللقب دون ما عده بل هو مقوّل له وطريقة الشيخ تقييدين أن المفهوم اللقب حجة وكأنه يقول إنه إذا وجدت وجدت العموم بعد سابقة فيها وجدت لقب بعد سابقة فيها عموم فهو مقوي لهذا المفهوم فيجعله في درجة عالية فقط عندي هنا فائدة أو مسألة سنمر على كلام المصنف قال واختار أبو البركات وغيره أنه حجة يعني أن مفهوم اللقب يحجة أي إن كان اللقب الذي ورد بعد نص عام بعد سابقة ما تقتضي التعميم هكذا وردت في بعض النسخ بعد سابقة ما مضبوطة بهذا الشكل بعد سابقة ما وهذه السابقة المتقدمة قد تكون دلالة حال وقد تكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون صفة السؤال الذي سئل علىه وقوله تقتضي التعميم أي أن هذه السابقة تقتضي التعميم هكذا وردت ورد في نسخة أخرى إن كان بعد سابقة بعد سابقة ما يقتضي التعميم ضبطت هكذا بكسرة واحدة بعد سابقة ما يقتضي بدل تقتضي أصبحت يقتضي والمعنى فيه ما متقالب وفي المشتقل لازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب قولان؟ نعم قول هو في المشتقل لازم يعني أن اللقب والاسم إذا كان مشتقم من صفة وهذا معنى قوله المشتقل لازم كالطعام لأن كلمة الطعام مشتقا من الطعم بخلاف الإبل ليست مشتقة من شيء فإنها اسم جامد قال كالطعام لأنه مشتق لازم هل هو من الصفة أو اللقب قولا هو مفهوم معتبر لكن هل هذا المفهوم مفهوم لقب أم مفهوم صفة ويترتب عليه من حيث القوة فإن مفهوم اللقب أقوى من مفهوم الصفة في كثير من الأحيان القول الأول قيل إنه مفهوم اللقب وهذا القول قال به الزركة شيء من المتأخرين صاحب شرح الخرقي وممن قال إنه مفهوم لقب الموفق ابن قدامة الموفق ابن قدامة والقولان الذي أورده المصنف أطلقهما هو المصنف وقد أطلقه قبل ابن مفلح وأطلقه قبل ابن مفلح صاحب المسودة أبو البركات في المسودة وإذا خص نوعا بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم نعم هذه من أنواع يعني مفهوم اللقب أو الاسم وبعضهم يجعله نوعا مستقلا وهذا يعني حسب البحث القاصر لم أجده لعد الحنابي لهذا النوع هذه المسألة ما معناها يعني أنه إذا كان هناك نوعان فقط ثم إن الشارع خص أحد هذين النوعين بالذكر دون ما عده فهل يكون لتخصيصه أحد هذين النوعين مفهوم مخالفة بمعنى أنه يفهم منه نفي الحكم عن النوع الثاني أم لا هذا هو المراد طبعا النوعين آفة أكثر الفقه يقولون ونص على ذلك يعني جماعة من أصولي الحنابلة أن أنه إذا خص أحد النوعين بالذكر فإنه يكون له مفهوم إذا وجدت أمور منها إذا كان ذاك المذكور اسما فيكون المفهوم اللقب المتقدم وفيه الخلاف المتقدم سواء كان مشتقا أو غير مشتق وإما أن يكون ذلك النوع متضمنا لمدح أو ذم وهذا الذي سيدكره المصنف بعد قليل ومنها أيضا ما سيدكره بعد ذلك أن يكون الحال تقتضي العموم ومع ذلك خص أحد النوعين فإنه أيضا يقتضي العموم كما سيأتي إن شاء الله في المسألة بعدها يقول المصنف وإذا خص نوع بالذكر بحكم يعني هما نوعان فأكثر فخص أحدهما بالذكر بحكم وسكت عن النوع الثاني أو الأنواع الباقية بحكم مدح أو ذم أو غيرهما يعني أن الحكم الذي خص به أحد النوعين كان متضمنا لمدح أو ذم أعطي حكما وتضمن مدحا أو ذم فعبارة المصنف تحتاج إلى توضيح إذا قوله بحكم مدح أو ذم أي خص بحكم وكان ذلك الحكم متضمنا لمدح أو ذم أو غيرهما أو غير ذلك من ما في معنى مما لا يصلح للمسكوت عنه قال فله مفهوم فيكون حينئذ له مفهوم ممن نص على هذا النوع من المفاهيم ابن عقيل وأبو البركات المسودة وجزم به أيضا المرداوين المتأخري مثال ذلك قال كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب فهذه الآية وهي قول الله عزيزي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يدل على أن الحجاب عذاب ولو كان الجميع الناس يوم القيامة محجوبين عن رؤية الله عز وجل لعذبوا بذلك فهذه الآية يستدل بها على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا رؤية تنعم وهذا معنى قوله فالحجاب عذاب فالحكم أنهم حجبوا ثم إن الحجب خص بوصف ذم وهو العذاب وهذا معنى قوله فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب هذه هي النتيجة والمفهوم المفهوم أنه لا يحجب من لا يعذب يقول المصنف وبذلك استدل إمامنا وغيره أي من علماء الأمة على ذلك نص الإمام أحمد نقله الآجري في كتاب الشريعة فقد نقل عن الفضل بن زياد أن أحمد بلغه أن رجلا يقول إن الله لا يرى في الآخرة فغضب ثم ذكر قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال وهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى يعني أحمد صرح بالاستدلال بهذا الحديث من هذا الفهم الحالة الثانية إذا خص أحد النوعين وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عمى فتخصيص بعض من الذكر له مفهوم طيب قوله وهذه معطوفة على الجملة السابقة والجملة السابقة هي وإذا خص نوع بالذكر أي وإذا خص نوع بالذكر وإذا خص نوع بالذكر وإذا خص نوع بالذكر واختضى الحال يعني لو أن شيئا له أنواع ويكون الحال عند التلفظ أو اللفظ يوجب عموم الحكم المذكور في اللفظ على الجميع لو كان الحكم عاما فحينئذ تخصيص بعض أنواعه يدل على قصد هذا التخصيص فيكون له مفهوم مثل له قال كقوله كقوله تعالى وفضلنهم على كثير وقوله ألم تر أن الله يسجد له إلى قوله وكثير من الناس ذكره بعض أصحابنا وغيرهم نعم فهذا واضح جدا فإن التفضيل على الكثير يدل في مسألة مشهورة جدا هذا ينبني على المسألة مشهورة هل تفضيل صالح البشر يقدمون على الملائكة أم لا فإن بعض من أهل العلم يقول إن الملائكة ليس كل صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الله عز وجل لما ذكر تفضيل بني آدم قال وفضلنهم على كثير فدل على أن هناك أناسا أو هناك أشخاصا ليس بني آدم أفضل منهم وهذا اللي استدل بها من قال إن الملائكة أفضل من صالح البشر والحقيقة أن هذه الآية لا تدل لا على إثبات تفضيل الآدميين أو صالح الآدميين على الملائكة على الملائكة ولا العكس فأما كونها لا تدل على ذلك وهو إثبات أن صالح البشر أفضل من الملائكة فإن الله عز وجل وفضلنهم على كثير ولم يقل على جميع من خلقنا لكي يدخل فيه الملائكة فدل على أن هناك أناسا هم أفضل من بني آدم أو من صالح بني آدم ولا تدل على فضل الملائكة لأن النفي هنا أو المنطوق هنا وهو التفضيل على الكثير مفهومها أن من ليس بمفضل لا يلزم أن يكون أفضل فقد يكون مساويا فقد يكون مساويا فالمفهوم قد يقتضي المساواة وقد يقتضي التفضيل فهذه الآية ليس فيها حجة مطلقا وذلك الصواف في مسألة التفضيل بين صالح البشر وبين الملائكة أن نقول علمها عند الله عز وجل ولكن ننظر من كل وجه فمن بعض الأوجه قد يكون صالح البشر أفضل ومن بعض الأوجه يكون الملائكة أفضل فباعتبار أنهم مبرؤون من الذنوب ولا تقع منهم ذنوب ولا يعصون الله ما أمرهم فهم أفضل من هذا الجانب حيث كمان الامتثال ومن جانب آخر قضية الصبر والابتلاء وقضية الامتحان بالمعاصي قد يكون الآدميون أفضل من هذا الجانب وذلك الحكم المطلق أحيانا قد يكون فيه مجازفة مثل مسألة مشهورة جدا هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر لا هذا ولا ذك وإنما هذا أفضل من جانب وهذا من جانب قد يكون بعض الناس فيه أحد الجانبين أبلغ وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب ذكره أصحابنا قوله فعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب معنى هذا الكلام أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه المفهوم بنوعيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مثال مفهوم الموافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أزال بصاقا في قبلة المسجد بإصبعه صلى الله عليه وسلم فمن موافقته إزالة النجاسات والبصاق ليس نجيسا فإزالتهم باب مفهوم الموافقة فدل ذلك على لزومه وفضله وبعضهم استدل ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة أنه أيضا يجوز أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في القبلة فمفهوم الموافقة نهيه عليه السلام أيضا عن البول في قبلة المصلي فلا يبول لذلك الجهة هذا مفهوم الموافقة مفهوم مخالفة هو الذي ذكر المصنف هنا يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فمفهومه ما يكون عكس ذلك وهذا قد نص عليه أحمد فقد ذكر أبو محمد التميمي أن أحمد كان يقول إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ودل الدليل على أنه غير خاص به وخرج مخرج البيان منه فهو على الوجوب ويأخذ بقول الله عز وجل أو يقرأ قول الله عز وجل لا نأخذ به مثله أيضا في قضية أنه صلى الله عليه وسلم عندما مكث في مكة أربعة أيام أي عشرين صلاة يجمع ويقصر فمفهوم المخالفة أن ما زاد عن الأربعة أيام فإنه يكون مقيما لا يترخص له برخص السفر وهكذا من الأمثلة الكثيرة طبعا بعضهم يرى أن هذه الدلالة ضعيفة ولكن مع ضعفها قد لا يوجد دليل غيرها فنصير إليها مع ضعف هذه الدلالة نعم هي ضعيفة لا شك كما صرح به بعض الأصوليين ومنه الجراعي وغيره لكن هذه مع ضعفها إلا أنه إذا فقد الدليل فيصار للدليل الضعيف حين ذاك نعم مسألة نعم شرع المصنف الآن في المسألة تقريبا الأخيرة وهي مسألة مفهوم الحصر والحصر له صيغ متعددة جدا يريدها الأصوليون سيريد المصنف تقريبا الصيغتين ولا الصيغتين دخول ما الكافة على إن وتكون إنما والصيغة الثانية وهي صيغة حصر المبتدأ في الخبر حصر المبتدأ في الخبر وسيريد المصنف بعد قليل إن شاء الله سنتكلم عنها هناك صيغ أخرى من أشهرها الاستثناء من النفي فيأتي نفي ثم يستثنى منه وأشهر مثال لا إله إلا الله فإنها استثناء من نفي وهذه أيضا من صيغة الحصر القوية الصيغة الرابعة تقدم المعمول على العامل وأشهر أمثلتها التي حظها الجميع دائما يؤتى بها إياك نعبد وإياك نستعين فإياك هو المعمول لما قدم على العامل دل على صيغة الحصر هناك أيضا صيغ أخرى يريدونها مثل الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل وغير ذلك من الأمور نعم بدأ أولا بالصيغة الأولى وهي دخل ماء الكافة على إن فيقول إنما تفيد الحصر نعم قوله إنما تفيد الحصر إنما مكون من جزئين إن وماء تسمى ماء الكافة ماء الكافة هذه تكف عملها فلا تنصب اسما وإنما يكون اسمها مرفوعا لكنها غيرت عملها فإنها تفيد الحصر وإذا كيقول مصنف تفيد الحصر وهذا عليه أغلب اللغويين وكثير من الأصوريين وقد نص أحمد عليها فقد ذكر قول الله عز وجل إنما الصداقات الفقراء فقال إنما هي لهم فقط أو قال إنما هي لمن سماهم الله تعالى فقط وهذا الذي جزم به أغلب أصحاب أحمد كما سيأتي المصنف ولكنهم اختلفوا هل هي من باب النطق أم هي من باب الفهم وستأتي إن شاء الله نطقا 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 معنى كونها نطقا أي باعتبار ذات الدلالة وليست من باب المفهوم فيكون إنما ليست من باب المفهوم الحصر بل إن ذات اللفظ دل على ثبوت الحكم للمنطوق ونفيه عن غيره هذا معنى الحصر إذن معنى الحصر هو ثبوت الحكم للمنطوق ونفيه عن غير المنطوق فبعض صيغ الحصر قيل إنها دلالة لغوية وهذا معنى قوله نطقا وبعضها قيل من باب المفهوم عند أبي الخطاب والمقدسي والفخر إسماعيل وغيرهم نعم أبو الخطاب معروف صحب التمهيل والمقدسي هو أبو محمد بن قدامى والفخر إسماعيل وكذلك أيضا ابن المني وكثير من أصحاب أحمد قالوا بذلك وعند ابن عقيل والحلواني فهما نعم قال وعند ابن عقيل والحلواني أنها فهما يعني أنها من باب المفهوم وليس من باب النطق يقول ابن عقيل إنما للإثبات والنفي مأخوذ من قبل الدليل للصيغة فقوله من قبل الدليل أي دليل إيش دليل الخطاب قلت لكم سممون دليل الخطاب حين يقولون الدليل ويسكتون فقوله مأخوذ من قبل الدليل أي من دليل الخطاب فتكون باب المفاهيم وذلك ركست معكم قلت لكم دائما إذا قالوا من الدليل فيقصدون به دليل الخطاب الذي هو المفهوم طبعا لم يذكر مصنف قول القاضي لماذا لأن القاضي له قولان في المسألة فقال عن القول بأنها نطقا هو احتمال قال وهو قول محتمل وصرح من موضعين في العدة بأنها على القول الثاني وهو أنها فهما وعند ابن عاقل والحلواني فهما قال وعند ابن عاقيل نعم ذكر ابن عاقيل والحلواني كذلك فهما وعرف شرحنا فهما يعني أنا باب المفاهيم شرحتها قبل قليل بس هنا في مسألة نبه عليها الشيخ تقييد ما الذي ينبني على كونها فهما أو نطقا ذكر الشيخ تقييد أنه ينبني على التفريق بينهما أن من قال إنها من طريق المفهوم وليس باب المنطوق فإنه يجعله في أعلى مراتب المفهوم فيقول هو أقوى المفاهيم مفهوم الحصر بإنما ونحوها من رأى أنه من باب المفهوم ويجعله أعلى من مفهوم الغاية الذي هو أعلم مفهوم الشرط الذي هو أعلم مفهوم الصفة هذا الأمر الأول ومن قال إنها نطقا فيقول لا بل دلالة اللغة دلت عليه وبناء ذلك فيقول إن من قال إنه مفهوم أو قال إنه منطوق فيجعلون الخلاف شاذا ولكن لا شك أن الذي يقوم منطوق يجعل الخلاف أقوى عنده الخلاف سيأتي بعد قلي وهو عند أكثر وعند أكثر الحنفية وغيرهم لا تفيد الحصر بل تؤكد الإثبات نعم قوله عند أكثر الحنفية وغيرهم ممن وافق الحنفية في ذلك من أصحاب أحمد طبعا نقل ابن مفلح قال وقاله بعض أصحابنا وسكت ولم يبين من هو ذلك الذي قاله والمراد بمن قال هذا القول هو الطوفي فإن الطوفي في مختصره الأصولي وفي كتابه الآخر التعيين قال إن مفهوم إن الحصر ليس له مفهوم وليس بحجة وإنما يؤكد الإثبات سأذكر معنا عن تأكيد الإثبات بعد قليل ولكن الطوفي لما شرح مختصره تراجع عن هذا القول وتبين له بعد ذلك أن الصواب أن الحصر له مفهوم وأنه يعني يدل على نفي الحكم عن غير المذكور طيب قول مصنف تؤيد الإثبات معنى ذلك يعني أنها أنها تؤكد الإثبات عفوا بل تؤكد الإثبات معنى ذلك أنها لا تدل على الحصر يعني النفي مثل ما قلنا تماما تذكرون في مسألة الاستثناء من النفي هل هو إثبات أم ليس إثباتا وقلنا إن الحنفية خالفوا هناك المسألة نفسها هنا فأصولهم هناك ومعنى كلامهم هناك هو نفسه هنا ينبني على ذلك عدد من مسائل لما جاء حديث إنما الأعمال بالنيات قال الحنفية إنه ليس للحصر وبناء ذلك فإنهم صحون كثيرا من الأعمال ولو لم يرد النص بعدم اشتراط النية فيه وإن لم تكو فيه نية ولك يقولون إن الوضوء يصح بلا نية وهو أشهر الأمثلة عندهم مع عدم ورود الدليل لأن يقول أصل عدم وجود النية والحيث لا يدل على اشتراط النية فليس إن باب الحصر هو يثبت النية ولك يقولون الإثابة تكون بالنية من الأمثلة كذلك قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى آخر الآية هذه الآية استدل بها الحنفية فقالوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن ولا نذكر إلا أربعة والحقيقة أن المحرمات أكثر فنقول لا بل إنها على الحصر وهي على وجهها ولكن قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي هذه يسمونها أشد المحرمات فهذه المحرمات الأربع لا تجوز بحال حتى في الضرورة فهذه أشد المحرمات الأربع التي يقولون لا تجوز بحال غيرها من المحرمات تجوز في موضع دون موضع وهذا نص عليه السلف جماعة من التابعين وتكلم عن أهل العلم في التفسير لما تكلموا عن هذه الآية أيضا من استدلال بالحصر قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين نص أحمد على أن تدل الحصر قال أحمد أو قال عبد الله بن أحمد أم لا علي أبي لما قرأ الآية ثم قال هي لهم ولا يعطى غيرهم أي من الزكاة أيضا حديث أشكل هل هو يفيد الحصر أم لا إنما الربا في النسيئة هذا الحديث أشكل عليهم على قاعدتهم فكيف يقال إنما الربا في النسيئة فبعضهم يقول إن هذا يدل على أن الربا الفضل جائز وقد انعقد الإجماع على أن الربا الفضل ليس جائزا وإنما هو محرم أجاب الجمهور بإجابات ضعيفة وإجابات قوية من الإجابات الضعيفة قالوا إنه اللفظ ليس فيه إنما وإنما من قول الراوي والحديث الربا النسيئة قيل ذلك فهي من باب الرواية بالمعنى وقيل إن هذا الحديث من سوخ بتحريم الفضل والقاعدة عندنا أصلا تضييق باب النسخ كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم والصواب أن الحديث محكم وأعلم الناس بلفظة الله سلم أصحابه وقد نطقوا به نطق به أسامة ونطق به ابن عباس وبنع ذلك فنقول الحديث محكم فالربا المحرم في كل حال هو ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية وربا الفضل إنما هو محرم من تحريم وسائل تحريم وسائل وذلك يجوز الفضل أحيانا العراية لماذا أجيز مع أنه ربا فضل لكن ليس نساء وذلك من شرط العراية أن تجز بعد خرصها وبعد التبايع مباشرة لك لا يجمع فيه النساء النساء فربا النساء هذا ربا الجاهلية أخطر ربا ربا الجاهلية بين قدمي ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي كما قال نفسه سلم فتكون إنما الربا النسيئة مثل آية إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وموطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إيه المحرمات العظيمة الأربع مثلها تماما من جهة أنها التي لا يجوز بحال فالربا النسيئة لا يجوز بحال بخلاف ربا الفضل فإنه يجوز أحيانا وهذه يعني من أجود من نتكلم عنها الشيخ تقي الدين في تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس والأصل عندنا إعمال الأحاديث الأحاديث أمثلة كثيرة جدا يعني آخر حديث نختم به أو أخص ننتقل نعم فضل والصحيح أن أنما بالفتح تفيد الحصر كالمكسورة نعم قوله والصحيح أي عند الأصوليين أن واللغوين كذلك أن أنما تفيد أي بفتح الهمز تفيد الحصر كالمكسورة جاءت أنما وإنما في آية واحدة في قول العزوجل قل إنما يوحى إلي أنما إنما يوحى إلي يا أنما إلهكم إله واحد فذكر الزمخشري في تفسيره وأقره كثير من اللغويين خلافا لأبي حيان أبي حيان الأندلسي أن أنما وإنما واحد وأنها فرع عنها وقد رجح ابن هشام اللغوي صاحب مغلن لبي وغيره كلام الزمخشري وضعف قول أبي حيان في المسألة فقوله الصحيح شار لكلام أبي حيان نعم مسألة مثل قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا قرينة أحد تفيد الحصر نعم هذه المسألة أيضا من صيغ الحصر مر معنا أن من صيغ الحصر هو حصر المبتدأ في الخبر وذلك إذا كان المبتدأ عاما وكان عمومه لكونه معرفا بأل التي تفيد الاستغراق وهي أل الجنس دون أل العهد أو لكونه معرفا بالإضافة وبناء على ذلك فانتبهوا معي يكون لهذه الصورة من الحصر صيغتان الصيغة الأولى أن يكون المفرد أن يكون المبتدأ أن يكون المبتدأ مفردا معرفا بالإضافة وقد تقدم على خبره وقد تقدم على خبره مثل أن تقول في اللغة العامية بيننا أن تقول صديقي زيد فإنك تحسر صداقتك بزيد دون معده صديقي زيد هذه من باب هذا الحصر وسيولد المصنف بعد قليل البثال أو الأمثلة الصيغة الثانية أن يكون المبتدأ مفردا معرفا بأل التي تفيد الاستغراق دون أل التي تكون للجنس مثاله في الكلام المعتاد أن يقول الصديق زيد فقالوا هذه من صيغ الحصر نعم قال مثل قوله نعم نطقا طبعا نعم قال مثل قوله مثل قوله أي مثل القول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذه من صيغة الحصر فلا تحريم إلا بالتكبير كأنه قال لا تحريم إلا بالتكبير أو قال إنما تحريم الصلاة بالتكبير أو كأنه قال إنما تحليلها بالتسليم فتفيد الحصر معنى تفيد الحصر يعني أنها تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عدها وبناء على ذلك فنقول لا يكون الدخول في الصلاة بغير التكبير خلافا لأبي حنيفة حينما قال أبو حنيفة إنه يمكن الدخول في الصلاة بغير التكبير فأبو حنيفة يرى أنه لو دخلت بأي لفظ غير التكبير الله العظيم الله الجليل فإنه تنعقد الصلاة نقول الحديث يدل على نفيه نطقا كما سأتبع أن نتكلم عن نطق بعد قليل وكذلك وتحليلها التسليم نقول لا خروج من الصلاة إلا بالتسليم فلابد من التسليم وأما قول أبي حنيفة إنه ينقض من الصلاة بمجرد النية وأن التسليم سنة مطلقا نقول رد عليه الحديث فإن قوله تحيلها التسليم يدلن على أنه لا خروج من الصلاة إلا بالتسليم وتعرفون القصة المشهورة أو المثال المشهور عندما يقولون مسائل المشنعات وقد ذكر الغزال في آخر المنخول المسائل المشنعة على الحنفية في الصلاة فقال إذا لبس جلد كذا وفعل كذا وتطهر ونقر الصلاة قالوا في آخرها وأحدث قبل سلامه صحت صلاته لأن الحنفية يرون أن السلام ليس بواجب وأن الصلاة تنقض بفعل أركانها القولية والفعلية وأن السلام ليس منه والحديث دلالة المنطوق أو المفهوم منه يدل على ذلك إذن قوله ولا قرنة عهد معنى قوله ولا قرنة عهد أي وليست العهدية أو قرنة عامة تدل على العهد فإنها تفيد الحصر ومعنى كونه تفيد الحصر أي أن المبتدأ لا يكون متصفا بذلك إلا بوجود ذلك الخبر دون معده هذا معنى الحصر فيها نطقا قوله نطقا هذا القول الأول أنه الدلالة اللغوية دلت على اللفظ فيستوي العالم والعامي فيها قال على كلام القاضي في التعليق أي صرح بذلك القاضي في التعليق التعليق هو كتاب التعليقة كتاب التعليقة هو كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى وقد قال القاضي أبي يعلى هذا الكلام في أكثر من موضع منها أي من كتابه ذلك منها قال السلام إذا أطلق عقل منها الذي يتحلل به من الصلاة ألا ترى أنه قال تحللها التسليم فعقل منه السلام المعهود وهو الذي يقع به التحلل منها طيب قال على كلام القاضي في التعليق واختاره المقدس يعني به ابن قدامة ونص عليه في الروضة وأبو البركات في المسودة والمحققون ومن هؤلاء المحققين أبو الخطاب والشيخ تقي الدين والمرداوي وكثير من المحققين قال وقيل فهما أي أنها من باب دلالة المفهوم وليست من باب دلالة المنطوق وهذا القول قال به الغزالي قال به الغزالي وبعض الفقه ولكن أغلب الحنابل على الأول قال وعند ابن الباقلاني وأكثر الحنفية طبعا أبو وكر الباقلاني حين يسمونه ابن الباقلاني يسمونه الباقلاني موجود هكذا وكذا ليس هو ابن للأول بل هو واحد قال لا تفيد الحصر يعني أنها مطلقا لا أثر لها وهذا غير صحيح وأمثلة كثيرة جدا منها المثال المتقدم الذي أورده المصنف ومنها المثال الذي ورد قبل ذلك وهو الأعمال بالنية بدون لفظة إنما فإن بعض الحنفية يقول هذه ليست من صيغ الحصر وليس ذلك كذلك بل إنها تفيد الحصر وتقدم الحيث عنها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم الشفعة مفرد عرف بأل فحينئذ لا يوجد الشفعة إلا فيما لم يقسم فكل ما يمكن قسمه كالجدر يعني كالبيوت بالجدر وغيرها فإنه حينئذ لا شفعة فيها وذلك قال فقهاؤنا إنه لا شفعة في الجوار لا يثوت الجوار يعني الجار مع جاره لا شفعة له وهذا هو ظاهر الحديث كما ذكرت لكم ومفهوم نطقا كما قالوا وأما حديث الجار أحق بسق به فالفقه يوجهون هذا الحديث بأن الجار هنا بمعنى الذي يكون مختلطا غير مقسوم به ويستدلون بقول الأعشى عن زوجته أجارتنا بيني فإنك طالق وذلك أن الرجل يختلط بزوجه فيكونانك شيء الوحد أيضا أمثلة كثيرة جدا منها قول الله سلم مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه فقوله مطل الغني هذا من باب التعريف ليس باب التعريف بأل وإنما بالإضافة مطل الغني ظلم وهذا يدلنا على أن مطل غير الغني وهو الفقير ليس بظلم فلو أن شخصا كان فقيرا لا يجده يسدده يقضي دينه فإنه في هذه الحال نقول لا يكون ظالما بمطله لأنه عاجز لكن الحديث يدل أيضا كذلك عليه نطقا نكون بذلك أن الحمد لله أنهينا درس المفهوم في يوم واحد وهو يستحق الأكثر حقيقة ولكن يعني ملخصه أن جميع أنواع المفاهيم في الجملة حجة لكن بشروطها مع بقاء ذائقة ينميها طالب العلم بقراءته في اللغة وقراءته في كلام أهل العلم وبفهمهم للنصوص الشرعية فإنه سيجد حينئذ إجادة في تطبيق هذه المفاهيم مع مراعاة النصوص الشرعية الأخرى لكلا يكون هناك تعارض بين نص وآخر فيكون من باب ضرب النصوص بعضها من بعض وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد نعم أخونا يقول ذكرت أنه ستشير إلى ما يترتب على اشتراط أن لا يكون قد خرج مخرج الغالب ما الذي يترتب على هذا الشرط يترتب على اشتراط أنه إذا كان القيد قد خرج مخرج الغالب الأمر الأول أننا لا نعمل بهذا القيد وهو واضح لا نعمل عفوا بمفهوم هذا القيد وهو واضح لا نعمل بمفهوم هذا القيد وهو واضح هناك أمر ثاني وهو أنه إذا لم نعمل بمفهوم هذا القيد فالعام الذي ورد قبل القيد هل يثبت الحكم أو يثبت حكمه للمسكوت عنه أم لا هل يثبت حكمه للمسكوت عنه أم لا نقول فيها قولا القول الأول أنهم يقولون إن ما مفهوم القيد الدليل لم يدل على إثبات الحكم فيه ولا نفيه عنه فلا نعمل بالمنطوق ولا نعمل بالمفهوم وهذا الذي عليه أكثر أصحاب أحمد كما قالها المصنف في كتاب القواعد وقيل وهذا القول الثاني أخذها أبو الفتح بن المني شيخ الشيخين المجد بن تيمية والموفق بن قدامة فنقل عنه أنه يقول يستدل بالعموم مثال ذلك لما قال نبي صلى الله عليه وسلم والحيث عند أبي داوود أي ممرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل 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 منطوقه أن المرأة إذا نكحت بغير الإذن فالنكاح باطل فلا ينعقد النكاح طيب هذا منطوقه مفهومه أنها إذا نكحت بإذنه إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح أي إذا نكحت بإذنه ولو لم يكن هو الموجب فهذا هو المفهوم هي نكحت بإذنه أذن لها أن تزوج نفسها فنقول هذا المفهوم لا نعمل به لأنه خرج مخرج الغالب لكن هل نستدل بهذا الحديث على أن المرأة إذا تزوجت بدون إذن وليها عفوا بدون إيجاب وليها ولو كان وليها قد أذن أن نكاحها باطل هل نستدل به أم لا استدل به جماعة من أصحاب أحمد منهم ابن المني واتبعه ابن المنجة فاستدلوا به بناء على القاعدة الثانية وهو أن القيد إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا ينظر لمفهومه ويكون مخالف القيد على العموم السابق فيأخذ حكم العموم السابق فقط هذه المسألة وهي ثمرة مهمة جدا وتظهر في بعض الأدلة يقول هل من كتاب يسترشد به الخطيب لكتابة خطبة الجمعة شوف خطبة الجمعة الحديث عنها مهم جدا وحتاج إلى حديث طويل لكن من أهم المساء المتعلقة بخطبة الجمعة أن من أهم مساء الخطبة الجمعة أن تعلم الناس أحكام دينهم احرص على تعليمهم أحكام دينهم من معرفة الله عز وجل ومن معرفة أحكام الله عز وجل معرفة الله بأسمائه وصفاته ومن معرفة أحكامه التي شرعها للناس سواء الأحكام الفقهية أو الأحكام الأدب هذه أهم الأمور فلو أن كل امرئ خرج لو أن نصف المسجد يخرجون بفائدة لا يعرفونها قبل ذلك فإنك حينئذ تكون قد أحسنت ولذلك انظر في أهلك أهل مسجدك واحرص على أن تعلمهم شيئا لم يكونوا قد علموه قبل ذلك هذه واحدة وكيف تعلمهم ذلك أن تعرف مستواهم فما الذي لا يعرفونه تعلمهم إياه وما هي اللغة التي تناسبهم لتكلمهم بها والأمر الثاني أن تذكرهم ما نسوا بعض الناس قد يأتي بالمبدأ الذي يختصر في دقيقتين ويجعله في نصف ساعة من باب التأكيد هو المقصود حتى يقولون المتخصصون في ذلك يقولون أن أصلا الذي معك لا يقبل معك إلا أول خمس دقائق أو أربع دقائق ثم بعد ذلك أصلا يقل يقل حتى يأتي في كثير من اللحظات فاقد الإدراك معك أو فاقد التركيز معك هذا طبيعة بشرية والشباب الذين يدرسون في دبلوم التربوي مدرسوا المناهج وطرق التدريس يقول أعطي مادتك في أول المحاضرة آخرها لن يقبلوا معك ما هو معنى الدرس الأصول أول الدرس ماشي مضبوط آخر الدرس لما جاءت المفاهيم الحصر ما معك أحد يعني أو أغلب الشباب هذا طبيعة بشرية طبيعة في كل الناس وقالها المختصون في التربية والتدريس وذلك إيتي بالفكرة مباشرة التي ترى أنها مهمة تعليما أو تفهيما كذلك من الأمور المهمة التي احرص عليها احرص على أن مال فائدة منه تركه فإذا كان الفكرة فيها مثلا نقل ونص اكتفي بالنص عن النقل ليش أقول قال 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 أن تأتي بنص الشرعي وأتي بالفكرة مباشرة كثرة المؤيدات لأمر واحد هي تنفع في الحجاج والمناظرة وأما باب الوعظ والخطب إيتي بالدليل لا أقول لا تترك الدليل بل إنما جاء الأصل أنه لا بد من الأدلة من الكتاب والسنة وكلما كان الخطيب يرد الأدلة من الكتاب والسنة كلما كان على خطبته نور وهي السنة لا شك وأنظر في خطب الصحابة كلها آيات بل كلها نص الشرعية لكن المال فائدة منه يعني دعه حتى من بعض الأخوان يقول حتى لو لا تقول جاء من حديثي فلان بفلان يقول هاي تأخذ وقفه تجعل معك استغرق وقتا في التركيز فيما لن ينتفع به ليس طالب علم بل أغلب الناس عوام بل بعض الخطباء أسمعهم حضرت خطبة روى البخاري في الصحيح من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه يعني كلمني يعرض لي أنه يحفظ الأسانيد أو يذكرها وهكذا فلذلك مثل هذه الأمور تتركها فأتي بالمباشر والأنفع للناس قدر استطاعتك والبيان من الله عز وجل إن من البيان إلى سحرة البيان من الله عز وجل والتوفيق يقول ما ذكر في المفاهيم في السنة والآثار ما يدل عليه فهل يكتفى بدلالته عن العمل بمفهوم شوفي شيخ كل دليل كل حكم لابد أن يكون له أكثر من دليل وكلما كان الحكم أدلته متعددة اثنان ثلاثة أربع كلما كان أقوى كلما كان أقوى بل أحيانا تترك بعض الأدلة للأدلة الأقوى بل لا يكاد يوجد مسألة الدليل فيها قطعي إلا قريل والمساءة التي يكون فيها الدليل قطعي لا يحتمل تأويلا إذا كان واحدا أو لا يوجد تعارض بين الأدلة هذه التي يقولون الخلاف فيها غير سائق وذلك معرفة الأدلة والاستنباطات هي التي تقوي عندك ولربما كنت مترددا في مسألة حتى وقفت على مفهوم حديث ما فإنه حينئذ يتقوي عندك ترجيح هذه القولين وذلك العناية بالمفاهيم مهم صح أنت لا تغرق في كلام الفقهة الأصورين أخذه فترة ثم يصبح سجية عندك وتفهمه مباشرة هذا هو المراد لأنه موجود عند العرب وعند الفقهاء ومسالك الفقهاء الأوائل يقول كتاب التجريد لقواعد باللحام هل يكفي يعني هو مختصر هذا الكتاب مختصر لقواعد باللحام وهو جيد هل أفرد أحد المفهوم بالتأليف كثير من المتقدم المتأخري لأنه مهم والمتأخري عنه بالمفاهيم كثيرا هل يصح أن يقال أجمعت جعلت تربتها لنا طهورا ذكر ذكر ما أعرف أقرأ يعني اسمح لي الشيخ ما أعرف أقرأ هل الجمهور يرون عدم إعمال المفاهيم المخالفة بكل أنواعها حتى الشرط لا قلت لك أن الشرط كثير من السوريين ينكرونه عفوا يثبتونه مع إنكارهم مفهوم الصفة وذلك المصنف عندما ذكر مفهوم المخالفة لم يذكر خلافا وإنما قال نذكر كل نوع ومن خالف فيه على سبيل الانفراد وعلى العموم الأصوليون ينكرون المفاهيم الفوقها في التطبيق لا بد أن يعملوا المفاهيم لا بد الحنفية يعملون المفاهيم ويسمونها غير ذلك وهم أشهد الناس تركها للمفاهيم تأصيلا يعني من أهم كتب الحنفية في الاستدلال عندنا كتابان أهم كتابين عند الحنفية في الاستدلال من الأحاديث الأول كتاب الطحاوي كتب الطحاوي شرح المشكل وشرح المعاني والمعاني أكثر في الثقه شرح معاني الآثار هذا يعتبر من أهم كتب الحنفية في الاستدلال كيف يستدل من النص مباشرة الثاني كتاب مهم جدا وهو كتاب التجريد القدوري هذا الكتاب يبين لك كيف يستدل الفقهاء الحنفية من النصوص الشرعية ومع ذلك تجد في هذين الكتابين وهما رجلان من متقدم الحنفية ومن أصحاب إمامتي في مذهب الحنفية تجد لو تأملت ستجد إعمالا للمفاهيم كما أن بعض من الباحثين ومن أولهم محمد أبو زهرة لما نظر في كلام ابن حزم وأنه ينكر القياس استخرج مساءل من المحلة فيها قياس ولكن ابن حزم سماها بغير اسمها وذلك الطريقة الوسط حسنة يعني طريقة أعمل المفاهيم وأعمل القياس وأعملوا أقوى دلالة وأخذوا به وهو الأقرب بدل من أن تسمي شيء ثم تحتاج أن تسميه بغير اسمها يقول هل من خارج هل من ضابط لما خرج مخرج الغالب الضابط الفقهاء قالوا بناء على معرفة الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال العرب أولا حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحال العرب والحال عموما العرف العام العرف العام وإذا قلت لكم أن مسألة ما خرج مخرج الغالب هذه دائما يكون فيها نزاع في القيود يأتي قيد فيقول لك أحد الفقه أرى أنه خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهوم ويقول آخر بل خرج مخرج الغالب هنا تأتي مسألة الذائقة وأغلب تطبيق القواعد الأصولية فيها فن كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتاه الرجل يعني قد الشخص يعرف الآلات لكن لا يحسن التطبيق وكم من شخص أخذ الآلات وطبقها تطبيقا غير دقيق هذا آخر سؤال أخونا يقول أريد جاءني سؤال من أخت في بريطانيا أريد تبني طفلة في بيتي ما هي علاقة الفتاة في الشريعة بزوجي عندما تبلغ الفتاة البلوغ حيث لا يوجد لدينا حليب ثدي إلا من أختي أولا نقول إن هذه المرأة التي تريد أن تأخذ بنتا وتجعلها في بيتها خلنا أخذ بالتدريج وأذكر لكم خلافا ولو أخذ بالخلاف الضعيف المسألة قد يقال به للاحتياط الرضاع ينشر الحرمة ما في شكال لكن ما شرط اللبن الذي ينشر الحرمة المشهور عند فقهائنا أن من شرطه أن يكون اللبن ثاب من حمل أن يكون قد ثاب من حمل بمعنى أن المرأة تكون حاملا في أثناء حملها أو بعد وضعها حيا أو ميتا ولو سقطا ابن ثمانين يدر اللبن بسبب الحمل فكل ما ثاب بسبب حمل فإنه يكون ناشرا للحرمة وفي رواية في المذهب قال بها قوية في المذهب أنه لا يشترط أن يكون اللبن قد ثاب من حمل قد ثاب من حمل وهذا اختار بعض المشايخ المتأخرين منه الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول وإن كان على خلاف المشهور لكن قد يفت به لأجل الضرور العامة ما معنى ذلك أن هذه المرأة إذا جاءتها بنت في الحولين وقد احتاجت لأن تكون في بيتها مع زوجها فعلى القول الثاني فإنها تذهب لأقرب صيدرية وتشتري الهرمونات المدرة للحليب أو اللبن سميه ما شئت ثم بعد ذلك إذا ثاب هذا الحمل ترضع هذه البنية فتكون هذه البنية بنتا لها وبنتا لمن هي في ذمته وهي فراش له فيكون هو أبوها وهذه ابنتها هذا قول بعض أهل العلم ولكن المشهور وقول الجمهور على خلافه إن أرادت أن تحتاط وتأخذ بقول الجمهور وهو المذهب وهو ظاهر ظاهر الحال فإن المقصود بالرضاعة إنما هي الرضاعة التي تكون ثائبة من حمل لأنه الذي يغذي وقد جاء في الحديث إنما الرضاع ما أنشز العظم ما أنشز العظم وأنبت اللحم وعلميا أن اللبن الذي يكون قد ثاب بسبب حمل تركيبته مختلفة عن التركيبة اللبن الذي يخرج بسبب الهرمونات فيكون نافعا وذلك يقولون إن الصبي إذا كان على أمه حد لا يجوز إقامة الحد على أمه حتى تسقيه إيش إيش مفيد جدا للصبي فائدة عظيمة جدا 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 حتى إنه يؤخر الحد لأجلها اللبن يسمى اللبن غير اللبن الذي يأتي بعدها المقصود من هذا أنه عن القول الثاني فنقول سهل جدا ترضعه محرما هي بنت لولد بنت تبحث عن محارمه تبحث عن أخ له أو أختي له أو بنت له إن كان له كذا ثم ترضعها من محارمه ولكن قد يقابل القول الضعيف لحاجة أحيانا وخاصة إذا كانت هذه البنت ليس لها محرم إذا كانت هذه البنت التي يعني ربتها في بيتها لا نقول تبنتها نقول ربتها في بيتها ولا مشاهها في الاصطلاح لو لم يكن لها محرم فقد يقال بالقول الضعيف ومن قواعدنا أنه يجوز الفتوى بالقول الضعيف للضرورة التي يقدرها المختص لا كل أحد هذه من الضرات التي يقدر من باب المفتي وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد اشتركوا في القناة